اهلا بكم مشاهدين الكرام إلى عدد جديد من ضيف التحرير صدق مجلس الحكومة يامسن الخميس على مشروع مرسوم بإحداث المرصد المغربي للطلبية العمومية قدمته وزيرة الاقتصادي والمالية ويأتي هذا المشروع بعدما أكدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي في تقريرها العام الصادر في العام 2021 على ضرورة تعزيز شفافية الطلابيات العمومية من خلال النشر المنتظمي للمؤشرات والمعطيات المتعلقة بهذه الطلابيات وسيمكن إحداث مرصد مغربي للطلابيات العمومية لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية من جمع المعطيات المتعلقة بالطلابيات العمومية ومعالجتها وتحليلها ونشرها والسهر على تحيينها وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لها كما سيمكن من تشجيع التشاور وتبادل المعلومات بين الفاعلين المعنيين بالطلابية العمومية ووضع مؤشرات لتتبع نجاعة أدائها وإنتاج المعلومات المحاسباتية والمالية والاقتصادية المتعلقة بها لتفصيل في أهمية إحداث هذا المرصد ودوره المنتظر في تعزيز شفافية الطلابية العمومية يحضر معنا مشكوراً أستاذ ياسين نجاحي الباحث الاقتصادي والمتخصص في مجالي السفقات العمومية مساء الخير أستاذ نجاحي مساء الخير أستاذ أبن بولا شكراً على الاستضافة شكراً لكم لتلبية دعوة هذه الفقراء طبعاً قبل الخوض في التفصيل في أهمية هذا المرصد وكذلك أدوار التي منتظراً يقوم بها في الفترة المقبلة السياق الذي يأتي فيه تأسيس وهو طبعاً يأتي بعد المرصوم الذي تم الإعلانه عنه في مارس 2023 والذي دخل التنفيذ أو حيز التنفيذ في شتنبر من ذات العام فعلاً أستاذ أبن بولا مرة أخرى شكراً للصدافة وشهر مبارك سعيد على الأنباء المغربية الجمع فعلاً هذا المرصوم الجديد للصفقة العمومية خصص مادة فريدة كتحدث لإحداث المرصد المغربي للطلابية العمومية وجاء كتتويج لمسلسل الإصلاحات الإدارية خاصة في مدن الطلابية العمومية تنزيل أيضاً لمخرجات اللجنة الخاصة للنموذج التنموي الجديد الذي تحدث عن ضرورة إحداث مؤشرات ومعطيات تبين بآل المشتريات العمومية بصفة عامة نعم طيب هو طبعاً السياق كما قلتم مهم يعني بعد حوالي ثلاث سنوات من التأشير عليه أو من الإشارة إليه في النموذج التنموي الجديد الذي يرسم صورة للمغرب في أفق العام 2030 وثلاثين أهمية هذا المشروع الذي يأتيه كما قلنا في هذا السياق الذي تبدو فيه دولة أو الدولة مجهودات كبيرة على مستوى الاستثمار العمومي فعلاً أستاذ أبو المولى السياق تنزيل المرصد المغربي للطلابية العمومية إن صح التعذير هو تجسيد أو تركيس تكريس لآلية واضحة لمراقبة مدى تطبيق تنظيمات والتشريعات المتعلقة بالطلابية العمومية وتنزيلها على أرض الواقع من مختلف الممارسين سواء الإدارات أو المقاولات وبالتالي يمكن بتعريفين جد موسط فهم هذه الآلية للمرصد المغربي للطلابية العمومية كآلية رقبية وتقويمية وتقييمية لأداء المشتري العموبي بصفة عامة خاصة مع ضخم الاستثمار العمومي الحالياً نتحدث عن تقريباً 335 مليار درهم وهو ضخم مبلغ جد جد ضخم مقارنة أيضاً مع القطاع الخاص لأن القطاع الخاص تقريباً مبلغ رقب المعاملات لا يتجاوز 100 مليون درهم إذن نحن في حاجة إلى آلية واضحة لرصد أهم تطورات المشتري العمومي بصفة عامة نعم طيب أشرطم إلى جزء من المهام التي سيقوم بها طبعاً في إطار هذا المجهود الكبير وتعويل على الاستثمار طبعاً باعتباره رافعة وكذلك قاطرة لكل نمو اقتصادي منشود يعني مجمل الأدوار التي يرتقباً يقوم بها هذا المركز طبعاً بالإضافة إلى جمع المعلومات وتنسيقها ووضعها رهنة إشارة جميع الفعالي فعلاً المرصد أهم المهام دياله ويحدث لنا واحد القاعدة بيانات والتحديد لهذه المعطيات لأن الغاية ليس من المشترى في حدي ذاته ليس من ناحية المسترية بل من تحقيق النتائج المرصودة له هذا المرصد سيكون من أهم الأدوار له تتبيت أو تقييم أداء النجاة دي المشترى العمومي بصفة عامة لأن حالياً لا نتوفر على آلية تمكننا من تقييم تطور هذا المشترى بمختلف القطاعات وبمختلف أنه تلويني لأنه لا نساوش بأن المشترى العمومي هو جد جد متنوع المرصوم يتحدث لنا على أربع أنواع من المشتريات كمثلاً الخدمات أو للتوريدات أو للأشغال أو للدرسات هل أنواع هذه جد متشعبة وجد متدخلة فيما بينها وبتالي نحن في أمس الحاجة إلى هذه الآلية لتقييم مدى النجاة للمشترى لأن الغاية لدى المشترى لا يجب عند المشترى العمومي أن تكون غايته هو صرف المال العام بقدر ما هو تحقيق الحاجة لهذه الفقرة خاصة أو لمادة خاصة في المرصوم كتحدث على تحديد الحاجات نعم والغاية أيضاً هو تحديد مدى بلوغة لغاية التي تم من أجلها يعني استثمار المبالغ المالية يعني طبعاً التي تتعدد هناك أيضاً مسألة تعدد المشاريع بين ما هو محلي بين ما هو وطني تعدد الفاعلين أيضاً نتحدث عن الجماعات المحلية نتحدث عن المؤسسات نتحدث عن وزارات كيف سيتم محاولة إيجاد الخيط النظم مع كل هذا المزيج فيما يخص الاستثمارات وفيما يخص الفاعلين فعلاً ننظر إلى المشترى العمومي بصفة عمادنا ثلاثة سواء لدباقتموم نستغيير القطاعات الوزارية أو الجماعات الترابية من مختلف أشكالها وأيضاً المؤسسات العمومية وبالتالي نحن أمام منظمة متكاملة ومتدخلة تضم جميع أنواع المشترى العموميين أو الآمرة بصرف إن صح التعبير وبالتالي نحن في أمس الحاجة إلى وضع تصنيف وتأهيل ومنطق لتطور المشترى العمومي منطلاقاً من نوعية الآمرة الصرف ونوعية المشترى المقصود نعم طيب كذلك فيما يخص مجموعة من المشاريع التي تعرف تعطر في مستوى الإنجاز هل يعود الأمر إلى ضعف ربما المتابعة إلى ضعف التتبع إلى ضعف الأرقام يعني مدى إنجازها وكذلك مدى ربما صرف الأشطر فيما يخص التمويل لأن ربما المسؤولية تكون هنا مزدوجة أو مشتركة ما بين الجهة ربما صاحبة المشروع والجهة المنفذة التي حزت الصفقة فعلاً هناك تداخل في المهام للصفقة العمومية لأن أستاذ أبو المولا لا يجب أن يفوتني أن أذكركم بأن منظومة الصفقات العمومية هي ثقافة للأسف هذه الثقافة كثقافة شعبية النظرة إلى حد من النظرة السودوية للصفقة العمومية على المستوى المجتمع أيضاً على مستوى الإعلام وهذه النظرة المحدودة كتأثر بالتالي على نوعية المشتريات وعلى نوعية التطور للمشترى العمومي بصفة عامة وبالتالي نحن في حاجة إلى مرصد الذي يقدر يوكب لنا المشتري العمومي ويكون النظرة تفوت أو تتجاوز المصاطر الشكلية وهنا نريد أن نذكر بعض المقتضب صلحات به السيدة زينة عدوي رئيسة المجلس على الحسابات في أواخر السنة الماضية في 2023 لأكدات بأن المتابعات لا يجب أن تبقى حصرا على بعض المخالفات الشكلية بل يجب أن تتجاوزها إلى سوء تدبير نتيجة عن عدم احترام بالتزامات التعاقدية وبالتالي من الآلية لرصد هذا السوء التدبير نحن أمس لحاجة لها وربما أكثر جسد لرصد هذا السوء التدبير ربما سيكون هو المرصد المغربي لطلبية العمومية لأن غالبا تدخل الهيئة الرقابية يأتي بعد صرف الملعن وبالتالي القوة صعوبة في تحديد المسؤوليات صعوبة في الضبط حتى اللغة للفعل الجرمي في الطلبية العمومية نعم طيب كذلك ربما حتى هناك فيما يشبه التكامل بين مجموعة من الهيئات ومجموعة من القوانين كانت يعني القانون الخاص بأجل الأداء الذي من شأنه طبعا أن يضمن التمويل ويضمن كذلك الوفاء بالتزامات يعني الدولة فيما يخصها المقاولات التي قامت بإنجاز مجموعة من المشاريع هي ربما ما يشبه يعني الجملة والسلة من الإجراءات التي تسعى إلى تخليق ربما مجال الاستثمار ومجال تنزيل المشاريع على أرض الميدان وكذلك ضمان ربما يعني أسباب الوجود للمقاولات لأن هذه يعني الطلبية العمومية أو هذه الصفقات العمومية هي المجال الخصب للمقاولات المتوسطة وكذلك الكبيرة من أجل الاستمرار من أجل خلق فرص الشغل وكذلك من أجل القيمة المضافة المرجوة على مستوى النسيج المقاولات فعلا دور مرصد الذي نتكلم أيضا عن مرصد أجل الأداء سيد النبصغ فطواخ على غير المرصد الحالي وعلى غير أيضا المرصد المغربي المراقبة المرافق العمومية أيضا هذا المفهوم المرصد أتى لتنزيل مراقبة أو لا مدى مراقبة تنزيل تشريعات على أرض الواقع فعلا بالنسبة المدى الصفقات العمومية كان لدينا المشكلة الكبيرة هو الأداء لأن الصفقة العمومية كيف يخفش أن الشق تعقدي بين المقاولة والإدارة المقاولة لديها التزامات سواء المختلف أنواع المشتريات والإدارة على التزام وفريد هو الأداء غالبا هذا الشرط الوحيد لمشكل الصفقة العمومية بسفتها عقدة من عقود الإدعان غالبا كانوا لدينا خرقات والإدارة لا تلتزم بالأداء في الأداء المعقولة أو الأجال المرصودة في المرصوم الخاص بالأداء وفوائد التأخير لذلك تم إحداث المرصد في 2018 تبعا لتعليمات الملكية السامية التي كان وردت في خطاب صاحب الجلالة أدوغ بخيز لمرتين يؤكد بأن لازم للإدارة أنها تقوم بأداء مستحقة المقاولات طيب فيما يخص هذه المعلومات من سيكون له الحق في الوصول إلى هذه المعلومات هل ستكون مفتوحة للجميع أم للمعنيين الدولة من جهة وكذلك المقاولات أم حتى للباحثين لأنه طبعا هذه المعلومات ستكون مادة خصبة وهي طبعا هي معلومة جد يعني مهمة بالنسبة للدارسين والمتتبعين للسياسة المالية العمومية فعلا أستاذ عبد المولى لازم تذكير بأن هذه المعلومة عندما تصبح متاحة أو أيضا المهطيات فهي مادة خصبة للبحث العلمي أيضا وهنا كما نذكر في مجال البحث العلمي كالقوا صعوبة شديدة جدا في توفر المعلومة في ميدان الصفاقات العمومية خاصة كانوا نوع من تحفظ كانوا معلومة معلومة جد محدودة معلومة ضيقة أكثر من ذلك حتى أن المرسوم 2023 يلزم الإدارات بنشر مجموعة من المواطعيات أغلبها لا يتم احترامها لسبب بسيط أن الإدارات لم يكن واحد لآلية التي تدفعهم أنهم يحترموا ذلك الأعجال ونظر أيضا لكثرتها وتشعوبها وبالتالي المأمول في الضور المرسد المغربي ضيط طلبية العمومية وإتاحة هذه المعلومة وبالتالي فتح المجال أمام البحث العلمي خاصة لتطوير وتجويد لعمل إداري في ميدان طلبية العمومية طيب هذه المعلومة إذا ما توفرت بكل وضوح طبعا وشفافية وكذلك إذا ما توفر الولوج لها لجميع الفاعلين هل ستمكن في تخليق هذا المجال الخصب والذي طبعا لا يمكن أن ننفي عنه مجموعة من الممارسات طبعا التي تتنافى وربما المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص بالنسبة لجميع الفاعلين فعلا توفر المعلومة والبحث العلمي سيدعم لا محلة بتجويد العمل في ميدان الصلافات العمومية بصفة عامة ودين طلبية العمومية أيضا لأنه سيمكننا من تتبع عن كثب لمختلف تطورات ولأخفيك سرًا التقارير صادرة عن هيئة الرقابية خاصة المجلسة للحسابات يتم حالي والله الحام تداولها على شكل واسع بغض نظر على المواضيع اللي كيهمنا هنا هو أن عدنا وحد المعلومة وبالتالي كان قدرون تفعلها وبالتالي الشيء الذي يصفر لنا أن أشياء المرصودة أن نتطور لأداء المقاولات ودفع بها نحو ميدان الصفقة العمومية وعندها وحد النظرة إلى حد ما إيجابية طيب هذا ربما حتى سيمكن الفاعلين على المستوى المحلي هنا دائما نعود إلى المستوى المحلي لأن تنزيل مجموعة من المشاريع الوطنية تجد بعدها فيما هو محلي حتى ربما فيما يخص الجماعات الترابية المواطن لا يجد المعلومة المعلومة الخاصة بتدبير ما تم التعاقد بشأنه مع ربما المنتخبين المحليين هل ستكون ربما فيما يشبه التعويض عن هذه المعلومة يعني بالنسبة للمواطن أن يكون لكل واحد يعني القدرة على تتبع المشاريع التنموية على المستوى المحلي تماما الفكرة هو أن المرصد سيساهم لمحالة في تبسيط بالتعليق والتي من المتاح للعموم للطيلة على ما تقبو به مثلا الجماعة الترابية الكائن بها للطيلة على مجموعة سندات الطلب التي تم إصدارها في السنة فائتة للطيلة على جميع مصاطر طلبات العروض بمختلف أشكالها وبمختلف تصنيفاتها وبالتالي سيكون قادرا على تقييم محيد وموضوعي لأداء الجماعة مثلا إلى أخذنا المنظر الجماعة إنه شي بالنسبة للجهات لأن عندنا عدة مشاكل مثلا كان حاليا واحد لغة بين الجماعة ومجلس الجهة كان واحد تداخل بينهم ولكن ما دناش واحد الآلية لضبط المشاريع المنفذة على مستوى الجهة مقارنة مع تلكم المنفذة على مستوى الجماعة والتداخل بينهم في مجال الصفقات العمومية لذلك نحن في أمس الحاجة لهذه المعلومات قصد تمكين المجتمع بصفة عامة من تتبع لأداء المؤسسات المنتخبة نعم طيب هل يكون هذا مرحلة أولى في ربما سبيل إنجاز سجل وطني مرجعي فيما يخص مجال الصفقات العمومية تكون مرجع طبعا لكل من يريد ربما الدخول إلى غمار هذا السوق من أجل طبعا مقارنة الأسعار من أجل معرفة ربما المشاريع خاصة بالنسبة للمقاولات ربما الوليدة التي تسعى إلى إيجاد موطق قدم لها في هذا يعني السوق يعني يشكل بيئة ربما أو لا يعني حاضنة للمعلومات من أجل هذه المقاولات تتذهب بعيدا لأن ربما غياب المعلومة غياب ربما الصفقات والتنافس أكيد ولكن يجب التذكير أيضا أن حاليا لدينا البوابة المغربية للصفقات العمومية البغطة إذا ما أخشب بديك يوفر لا يجب أن نكير أيضا أنه يوفر لدينا مجموعة من المعطيات خاصة محاضر فتح الأضريفة مسترد إعلان عن الصفقات تقارير تصفية تقارير افتحاص ولكن ما ينقصون الآن هو آلية لتقييم كما ورد في تصريح سيد الناطق الرسمي بإسم الحكومة هو مراقبة نجاعة أداء المشترى العمومي هذا بالذات ما ينقصونه يجب أن نخرج إنصح التعبير من المنطق الشكلي لصرف النفقات إلى الجوهر ومدى النجاعة دي المشترى العمومي وبالتالي المرصد هو الآلية المتلحة حاليا لتجسيد هذه النظرة المثالية في تدبير الملعب يعني بصيغة أخرى هل يجب لنفتاح عدد طلبية المقبولة أو عدد عروض المتقدم بها وكذلك الخروج من فلسفة أدنى سعر ربما لأجل إنجاز المشروع يعني وربطه بالأداف وليس فقط بالسعر يعني المقترح وإنما بدفتر تحملات في مجموعة من المعايير في جودة في احترام لمدة الإنجاز وغير من الأمور فعلا مفهوم الأقل العرض أو للأقل ثمن هو مفهوم أصبح الحمد لله الآن متجاوز لأنه فعلا كان كارثة بكل المقاييس لأنه كانت الغاية المقاويل أنه فقط العملية تتمين الخدمة يقوم على أساس أقل عرض ولكن الحمد لله أصبحنا الآن مع صدور المرسوم الجديد اللي دخل حيث نفيد كما صارت الأستاذة بالمولا فاتح شو تنبير 2023 اللي نقدر فيه لأحسن عرض مقارنة مع الثمن المرجعي أكثر من ذلك أننا نقصد بأن المرسد المغربي سيمكننا من تجويد عدة تقارير مثلا على مستوى البوابة للصفقة العمومية لدينا إلزامية لأصحاب المشاريع لنشر مقتضب من تقارير الافتحاص حاليا بتفحصنا لبوابة سنجد فئة قليلة جدا من أصحاب المشاريع من تعمدوا إلى نشر هذه التقارير أيضا هذا التقارير بحد ذاتها هي إن صح التعبير فارغة من المحتوى تقييم العمل المشترى العمومي بصفة عامة وبالتالي المرسد سيدفع بالتأكيد لا محالة إلى تجويد هذه النظرة وتتعود الآن عن نجاعة للمشترى العمومي نعم طيب ربما هذه النجاعة يجب أن تتحقق من خلال مجموعة من الملاحظات التي يعطيها الدارسون وكذلك الخبراء أن لا يكون هذا المرسد فقط هيئة استشارية بل هيئة ضبطية لها صلاحية كذلك في مجال المراقبة وتطبيق العقوبات الإدارية ولمالة حريك المتابعات طبعا كما يقوم بذلك مثلا المجلس على الحسابات وإحالة عن نيابة العامة حتى يكون دور كذلك فيما يخص الزجر الذي ربما هو الحلقة التي تغيين في مجموعة من الحالات التي تكون فيها المال العام ضحية لمجموعة من الخروقات فعلا دورة المرسد هو دور تقييم ودور مراقبة نجاعة الأداء أكثر ما هو دور رقابي حتى أن نكون صادقين إذن دور المرسد سيكون هو دور تحليلي بحثي محض أكثر ما هو دور رقابي لأننا لا يجب أن ننساق أمام هذه التسميات لفهم أو لتمطيط أو لتعميم المفاهيم لأن مفهوم المرقابي الممارس الآن سواء من المفتشية وعلى رأسها المفتشية العامة لوزارة المالية وكذا المفتشية العامة لمراقبة التراب الوطني هاتين المفتشيتين بامتياز أضف إلى ذلك دور الهام الذي يقوب به المجلس على الحسابات هو في نظر المتواضع هو دور جد كافي لحد الساعة الذي ينقصنا هو تقييم وتجسيد لكفاءة الصفقات العمومية كممارسة فعلية ويومية وتتبعا كتب لتطور وبتالي بعد ذلك إصدر تقارير هذا التقارير سيتم لمحالة مناقشتها من خلال تقصدنا المفتشية العامة لوزارة الداخلية وكذلك لوزارة المالية طيب فيما يخص هذا الإطار الجديد هل سيشكل ربما أحد أدوات الجاذبية في الاستثمار لأن مجموعة من المقاولات الأجنبية تدخل للمغرب رغبة في ربما اقتناص فرصة فيما يخص الاستثمار العمومي التي تقوم بها الدولة في مجموعة من المشاريع هذا سيمكن ربما من رفع منسوبة الجاذبية للمملكة فيما يخص جذب هذه الاستثمارات وكذلك جذب المقاولات الخارجية فعلا دور المرصد سيمنحه كثير من الثقة في إجابة الاستثمار ليس فقط بالنسبة المقاولات الأجنبية بل أيضا بالنسبة المقاولات المحلية والمقاولات المغربية بصفة عامة ستكون في أريحية من أمرها وستعمل بتأكيد على المشاركة في الصفقات العمومية وإلغاء تلك النظرة السوداوية أو للأحكام الجاهزة عن تصور للصفقات العمومية نعم طيب كنا في السابق نتحدث عن اللجنة الوطنية لطلبيات العمومية هل هذه اللجنة استنفذت كل أوراقها ربما حتى تدعى المجال لهذا المرصد أم أن هناك نوع من التكامل بين الإطارين أن كل واحد سيهتم ربما بشق فيما يخص يعني مراقبات وكذلك تجميع الأرقام الخاصة بالصفقات العمومية بالنسبة للمرصد كما سلف ذكره فإنما هامه ستقوم على إنشاء قاعدة بيانات وتقييم وتحليل ودرسة نجاعة المشتريات العمومية بصفة عامة في حين أن اللجنة الوطنية للطلبية العمومية والتي هنا بين قاوصي لا يجب أن بخصى أدوارها قائمة بحد ذاتها منذ سنة 1976 لما خلت نشت دور اللجنة الوطنية لطلبية العمومية أيضا هو دور جد جد هام وساهمت في إثراء التشريع المغربي وللأسف كما قول آراء لها فعلا هما آراء استشارية غير ملزمة للأطراف ولكن من باب تراتب الإدارية كنا نأخذ آراء اللجنة الوطنية يمكن اعتبارها عفوا مصدر لتشريع تكميلي للمراسيم المتعلقة بالصفقات العمومية وبالتالي فكلتا المؤسستين لهم دور مختلف عن الآخر نعم طيب أهمية يعني الرقمنة أو إدراج الرقمنة كفاعل أساس في عمل هذا المرصد من أجل ضمان النجاعة في العمل وكذلك ربما تجاوز النوع من البيروقراطية الذي يسم مجموعة منها الصفقات ويسم كذلك إداع الملفات فيما يخص مناقصات مجموعة من الأورش هل يجب الاعتماد بشكل كبير على الرقمنة وهو طبعا مجموعة من القطاعات الوزارية يعني تعمل بشكل كبير بنسب متقدمة يعني بالرقمنة فعلا بالنسبة الرقمنة أو ما يصطلح عليه بالنزع الصفة المادية لا ديما تغير ذا صندوق مونتبيوديك نزع الصفة المادية هو ورش مستمر في مغرب منذ 2007 حتى نكون صادقين منذ 2007 نقدر نقول بأننا الحمد لله اليوم في 2023 قدرنا نحق على الأقل 98% الرقمنة المساطر ولكن فقط فيما يتعلق بالشكل المتعلق بتفويت الصفقة العمومية بقي لدينا أشغال بقي لدينا أوراش بقي لدينا تجرب خرخص نقوم بها أيضا ومجهودات أو خرج البارة يجب أن نقوم بها على مستوى تتبع الصفقة العمومية فيما يتعلق حاليا بتفويت الصفقة العمومية نستطيع القول أن الحمد لله تجاوزنا المشاكل المرتبطة بالإداء الوراقي ونتحدث الآن بكل آريحية عن الإداء الإلكتروني للعروض مع تأكيد مع ضرورة تأكيد هنا أستاذ أن لدينا بعض العراق المرتبطة بتكوين لا بنسبة الإدارة الموظفين لها لا بنسبة المقاولة غالبا كالقول آلية أو الممارسة اليومية للموظف العمومي أو المستخدم لدى المقاولات لا ترقى إلى التطور الذي يسعى إليه المشرح في باب نزع الصفة المادية عن طلبية العمومية ربما هذا أحد المجالات التي يجب لإشتغال عليها في المرحلة المقبلة من أجل إيجاد الأرضي القانونية لهذا المرصد وكذلك الموارد البشرية لضمان النجاعة فيها العمل وأكيد أن هذا السلطة الحكومية وعي به حتى يبلغ الأهداف التي من أجلها طبعا تم إحداث المرصوم بداية وثم المرصد في الدرجة التالية تماما المتتبع لميدان طلبية العمومية سيرى بشكل واضح جدا مدى تطور الآن بواب الصفقة العمومية ومدى إدماجها وقدرتها على استيعاب جميع المشتريات المتعلقة بالدولة بصفقة عامة بمختلف تلوينها أشكركم جزيلا شكر الأستاذ ياسي نجاحي الباحث الاقتصادي المتخصص في مجال الصفقات العمومية على كل هذه التوضيحات وعلى مشاركتهم معنا الليلة في هذه الفقرة الشكر الموصول لكم مشاهدين الكرام على الطيبة المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر